عزائي محبي النباتات اليوم رح نسبع شغلة كتير تكتريت عليها الاقويل الناس بتقول الشوف والصفاريات بيجيبوا طاقة سلبية الناس بتقول لأ هي بتير حلوة بتسحب الطاقة بتسحب من الكمبيوتر شحنات المهم ما هي شغلة ونبتة جميلة جدا وحلوة تصير بتتحمل الظروف اللي بتنحبسيها ما بتخدمي وما بتدري عاية للإسمال انه هي حجمة ضغير حلوة كتير تنحط قدام الكمبيوتر قدام مكتبكم مكان يلي اني تستفيدوا من شكلها استفيدوا كمان من كمية الأمسجين بالطالعة من سحب هالشحنات في الكمبيوتر فهي اليوم رح نعمل نبتة خلوة زغيرة كتير النصة بباضح اللي نزرعها التالتون موسيقى 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 انا الحقيقة زرعت هاي من نبتة كبيرة كتير عندي كانت بالحريقة حاولت ازرع واحدة زغيرة وحطها عندي بالبالكون لانه كتير كتير عجبني شكلها وبايتها جميلة هلا ببساطة شديدة نحن نحطها بمبتة مش مفتوحة بقوارة مش مش مفتحة لانه هي بدها ماء كتير قليل وهي جماليتها انه بتنحط بمكان نفس فترة الأزاز بتنحط بمكان ما يكون شغلة زجاجية ومسكرة بتنحط باي مكان ما تخافوا منه ما يتنزل على المكتبة او على اي شي انتو سامدينو اول شي برضو راح نحط كرات فيها راح نرمي شوية احجار ملونة احجار ملونة بهذا الشكل عندي انا راح نحاول نرسلها فيها على اساس نعمل الهدف من هذا الموضوع نعمل طبعة صغيرة يرتفع البوتينوس او التربة عن سطح الزجاجة اللي تأتيت بشكل لو ضل ماء ما يتعفن الجزر الطريقة اللي لاكثارها سهلة جدا الصباريات بتتحمل ونبتة صديقة يعني جدا لعوامل الجو هلا راح نشيل القطعة هاي عن النبتة الام طبعا اللي يارك تنسك بملعط لانه فيها شوك رفيع صغير ممكن اللي بتزلعها انه يعلق بايدو يغلبو هناخد النبتة التانية برضو الفسها التانية او هنقول الجزئية التانية بهي طريقة هلا اعزائي هنجيد البوتينوس بسم الله البوتينوس برجع اقول وهو يعني تربة معالجة خصبة جيدة يعني فيها خصوبة عالية معالجة بالاسندة فيها بقايا اوراقشية يعني مدروسة هلا اللي عنده تربة حمراء من تربة بلدنا عادي ممكن يزرع فيها بس هي هل مسا ما تبتبقى التربة بتبقى اوسع عن نبتة وحن وممكن ينسلات نسكهة المزرع برضو بملعط نسكهة هلا هيت زرعناها نتركها لتاني يوم ونحاول تاني يوم نحط دولار شوية طوال المبتة هاي بتحتاج بالاسبوع او بالعشرة ايام بمشان اهل المنوي او اقل وطبعا ممكن تحطيها تحطوها بالبلخون ممكن تحطوها بالمطبخ على مكتب وينما حبيت تحطيها هي تتكيف مع البيئة اللي تنهق فيها بتمنى الموضوع يكون عجبكم بتمنى تجربوا تزرعوا تعطوني تجاربكم تقولولي اذا كان عم تنجح معكم او لا بتمنى تشوفكم على خير بعد تنسوه بعد عملوني شير ولايك ودايما اتمنى تتواصلوا معي تحطوني اراكم كانت سلبا او ايجابا ميادة اللي عنده نبتة يحكينا عنها على اساس نحكيها لاصحابنا فبايدنا تمنى تشوفكم على خير اشتركوا في القناة